اهلا بكم وصلت اسرائيل الدفاع عن المملكة العربية السعودية فبعد مطالبة رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو الادارة الامريكية بضرورة الابقاء على علاقات قوية مع ولي العهد السعودي قال السفير الاسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر قال انه عندما تعرف الادارة الامريكية كل الحقائق بشأن مقتل خاشقجي فان عليها ان تدين الحادث لكن ينبغي في الوقت نفسه ان لا تفرط في مصالحها مع الرياض وانتقد ديرمر في حوار تلفزيوني تركيا وقطر التين قال انهما تمارسان ضغوطا لتخريب العلاقة مع السعودية كما وجه السفير الاسرائيلي لدى واشنطن انتقادات لقناة الجزيرة وتغطيتها لمقتل صحفي جمال خاشقجي يصعب علي ان احمل على محمل الجد التصريحات الغاضبة التي تسببها الحادث والدعوات الى تغيير جوهري في العلاقة مع السعودية بوقت دعم فيه نفس الاشخاص اتفاقا منح عدو معلنا للولايات المتحدة مليارات الدولارات ومكن الاسد من قتل خمسمائة الف سوري وقتل الاطفال بالغاز وسمح لديبلوماسيين ايرانيين بشن هجمات ارهابية في اوروبا لقتل معارضين في باريس لم اسمع من دوائر كثيرة دعوات تطالب بتغيير جوهري في العلاقة وبناء عليه اعتقد انه لا ينبغي لنا ان نترك فعلا كهذا يمر دون رد لكن يجب ان نكون حاذرين بحيث لا نتخلص من علاقة ذات قيمة استراتيجية السعودية هي بلد لا تتقسم معه الولايات المتحدة القيم بل المصالح مع السعودية هناك مصالح كثيرة لكن مع ايران ليس هناك مصالح او قيم مشتركة هناك دول في منطقتنا كتركيا حيث عدد الصحفيين في السجون اكبر منه في اي بلد اخر في العالم هل سمع احد بذلك؟ كلا اعرف ان الرئيس التركي يعمل ما في وسعه لممارزة الضغوط والجزيرة التي تديرها حكومة قطر قناة تلفزيونية مملوكة للدولة شديدة العداء للولايات المتحدة ولليهود ومع ذلك فان تركيا وقطر ايضا تضغطان بقوة لتخريب العلاقة مع السعودية لذلك اعتقد انه عندما تعرف الادارة كل الحقائق فان عليها ان تقرر ان هذا الفعل غير مقبول من جهة وان لا تفرط فيما ينفعها من جهة اخرى في نفس السياق قالت صحيفة هارتز الاسرائيلية ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يدين بفضل كبير لرئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو الذي مارس ضغوطا على الادارة الامريكية لدعم الرياض وحسب هارتز فان نتنياهو اكد لرئيس الامريكي انه على الرغم من ان قتل خاشقجي كان امرا فضيعا فان العلاقات مع السعودية اكثر اهمية واضافتها هارتز ان ابن سلمان لجأ الى مغازلة الجماعات الانجيلية واليهودية حيث استقبل الاسبوع الماضي وفد المسيحيين الانجليين الامريكيين في الرياض والذي ضم شخصيات معروفة بتأييدها لاسرائيل واعتبرت هارتز ان هذه الخطوة جاءت ضمن خطة ابن سلمان لتبيض اسمه وتحويل دفة الامور لمصلحته في واشنطن وتخفيفا للضغط عليه بعد مقتل خاشقجي واضفت الصحيفة ان موقف ولي العهد المتعثر واعتماده الكامل على ادارة ترامب من اجل دعمه في قضية خاشقجي قد يدفعه الى تغييرات جوهرية في السياسة السعودية من ابرزها تسريع عملية التوفيق بين بلاده واسرائيل في حين نشرت صحيفة اسرائيل اليوم مقالا تناول الازمة التي تمر بها السعودية بعد مقتل خاشقجي وقالت الصحيفة في مقال للباحث في الشرق الاوسط ايال زيسر قال انه على الرغم من الازمة التي تمر بها السعودية فانه لا يوجد حليف في منطقة الشرق الاوسط للولايات المتحدة ولإسرائيل اكثر مصداقية من السعودية واشار زيسر الى ان المملكة السعودية تحولت بعد حادث مقتل خاشقجي من حليف يتم التغزل به الى دولة منبوذة يتنكر لها الجميع للحديث حول هذا الموضوع ورحب بضيفي عبر الاقمار الاصطناعية من غزة سيد صالح النعامي الكاتب والباحث في الشان الاسرائيلي سيد صالح ورحب بك معنا يبدو ان الاسرائيلية رسمية وغير رسمية ارتفعت عالنية في دعم الرياض ومحمد بن سلمان هل لديك المزيد في هذا السياق؟ سيد اسرائيل الآن خلعت القفزات وتعيش حالة استنفار قصوى في محاولة للفت الأنظار عن قضية اغتيال الصحافة جمال خاشقجي ومساعدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للإفلات من هذه القضية اسرائيل بالمناسبة يعني مزجت بين عدد من الوسائل السياسية والدبلوماسية السرية والعلنية في محاولة تحقيق هذا الهدف أولا عمدت من ناحية السرية إلى التواصل إلى طلب بشكل سري من اللوبيات اليهودية كما كشفت صحيفة جيروسين البوست تدخل لدى أعضاء الكونغرس لتقليص الاهتمام بهذه القضية ثم طلبت من التيار اللي جيل المسيحي المتصاهل الذي يشكل النواة الصلبة من مؤيدي ترامب للضغط على الإدارة الأمريكية أيضا لتقليص الاهتمام والمحاولة طي صفحة هذه القضية ثم تدخل سرا أيضا بن يمين نتنياهو لذي الإدارة الأمريكية وطلب من رئيس ترامب كما ذكرت صحيفة الواشنط بوست قبل الأربعة أيام بأن يتم مراعاة المصالح الاستراتيجية لكل من الإسرائيل والولايات المتحدة وعدم التركيز على هذه القضية بشكل خاص ثم عندما اكتشفت إسرائيل أن الوسائل السرية لم تأتي أكلها تدخل بن يمين نتنياهو بشكل عالني كما حدث في المؤتمر في بوديبست قبل ثلاثة أيام جاء السفير الأمريكي في إسرائيل في واشنطن رون ديرمر وهو بالمناسبة ينتمي للتيار الديني المتطرف وقال ما قال اليوم في محاولة لنزع الشرعية والتشكيك في الأطراف التي يعتقد أنها تحاول رفع هذه القضية مثل تركيا قطر قناة الجزيرة وهو بالمناسبة يقلب ويختفي أثار بعض النخب السعودية والنخب المرتبطة بدوائر الحكم في عدد من دول عربية التي معنية بأن تمس هذه القضية مستقبل ولي العهد السعود محمد بن سلمان ابقى معي سيد صالح يكن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من القدس المحتلة الكاتبة المحلل السياسي الإسرائيلي إلي نيسان سيد إلي رحب بك وأسألك كانت إسرائيل دائما حذرة في الحديث عن أي علاقة مع المملكة العربية السعودية إلا أن هذا الحذر انتهى وتلاشى يتحدثون عن دعم رسمي وعلني للأمير محمد بن سلمان لماذا من وجهة نظرك أولا مقتل أو اغتيال الخاسوكشي هو بمثابة جريمة فضيعة ومن قام بهذه الفعلة عليه أن يجفع ثمن باهد أنا أريد أن أقول أن في إسرائيل على سبيل المثال هناك صحفيين أو صحفيون ينتقدون يوميا سياسة رئيس الوزراء وأحد لا يسترجي المس بهم ربما هذه هي الخطة التي نراها في بعض الدول العربية عندما يقوم أي صحفي بتوجيء انتقادات إلى الزعامة العربية بصيره يكون مثل مصير الخاسوكشي طبعا إسرائيل أو المحافل الرسمية في إسرائيل نددت واستعجنت مقتل الخاسوكشي ولكن مع كل الأسف لاغتيال الخاسوكشي هناك لإسرائيل مصالح قطرية إسرائيل غير معنية على سبيل المثال لضعضعة النظام في السعودية وإسقاط النظام في السعودية لأن البديل ويكون ربما نظام الذي لا يحارد المصالح الإيرانية في المنطقة وكما تعلم سيد نسان عفوا للمقاطعة لكن لضيط الوقت دعني يا سلوك سيد نسان سيد نسان أنا أتأسف منك للمقاطعة لكن من الذي قال أن يعني محمد بن سلمان هو فقط القادر على الحفاظ على العلاقات الإسرائيلية السعودية إذا صح هذا التعبير الجديد يعني ما الذي يمثله محمد بن سلمان لإسرائيل الآن تعلم سيدي أن منذ اعتلاء محمد بن سلمان سدت الحكم في السعودية طبعا إلى جانب والده نرى أن هناك علاقات مميزة بين إسرائيل وبين السعودية ولذلك رئيس الوزراء نتانياهو توجه إلى الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب مطالبا تخفيف الانتقادات اتجاه محمد بن سلمان لأن نتانياهو والسياسة الرسمية في إسرائيل تعتقد أن محمد بن سلمان هو حليف جدي لإسرائيل بشكل خاص عندما إسرائيل تقف إسرائيل ليس فقط إسرائيل وإنما السعودية ودول الخليج تقف أمام التهديدات المحدقة بهذه الدول ومع كل الأسف لمقتل خاجقتي كما قلت أن هناك مصالح قطرية تربط وهناك قاسم بين إسرائيل وبين السعودية بهذا الموضوع لذلك عندما رئيس الوزراء نتانياهو أعرب عن خيبة أمله وأسفه لمقتل أو الاختيال الصحفي حذوق حذوقشي لأنه هذا الأمر غير شايع في شارع الإسرائيلي يتم اغتيال أي صحفي التي وجه انتقادات أشكرك شكرا جزيلا إلي نسان الكاتب والمحلل السياسي كنت معي عبر الهاتف من القطس سيد إلي أنتم تقتلون الفلسطينيين ليل نهار فكيف تتحدث عن صحفي قطل تقول أنه لا يحدث في إسرائيل سيد نعامي فيما يخص هذه المحاولات الإسرائيلية سواء من جانب نتنياهو أو الإعلام الإسرائيلية أو حتى من جانب سفيره في واشنطن تعتقد أنها ستفلح في النهاية في منع وصول أي عقاب بشكل أو بآخر للأمير محمد بن سلمان فيما يخص مقتل جمال خاشقجي أولا هذه المحاولات الحثيثة وهذه الطريقة التي تحدث بها اليوم السفير رون ديرمر هي بالمناسبة تحكس حالة إحباط من فشل المحاولات التي تمت حتى هذه اللحظة في احتواء القضية وبالتالي نجد هذه اللهجة المتشددة التي تحدث بها رون ديرمر الآن أنا في تقديري أنه بخلاف ليس فقط الذي يحفز إسرائيل على التدخل ليس فقط موضوع لمواجهة إيران وحاجة إسرائيل الماسلة للدور السعودي في هذه القضية تحديدا هناك العامل الرئيس هو عامل المشكلة إسرائيل أن تفجر قضية جمال خاشقجي تزامنت مع حلول العقوبات الجدية التي فرضها اليوم الرئيس ترامب على إيران الآن محمد بن سلمان وعد قبل قضية خاشقجي وعد الإسرائيليين ووعد الأمريكيين بأنه سيقوم ستقوم بتغطية النقص في إمدادات النفط بعد بعد أن يتم تقليص التصدير من إيران عن طريق استخراج واستعمال الحقل المتنازع الحقل المتنازع عليه الحقل المتنازع عليه مع الكويت لكن عندما حدثت قضية خاشقجي لم يعد بالإمكان لم يعد بالإمكان أن تتدخل أن يكون بقدرة محمد بن سلمان تحقيق هذا الهدف الآن العمل الآخر هناك أنه إسرائيل منزع جدا لأنه قضية خاشقجي أدت إلى تعزيز مكانة تركيا الخصم اللدود لمحمد بن سلمان أيضا إسرائيل تدرك بأن قدرة السعودية على رفض على يعني مساعدة وتكريس نتائج الثورات المضادة سيما نظام السيسي إسرائيل مرتاحة جدا للدعم السياسي والماد الذي تقدمه السعودية لنظام السيسي الذي ينظر إليه في إسرائيل كأهم ركيزا من ركاز الأمن للقوم الإسرائيل وبالتالي هم يتوقعون أن تؤدي هذه القضية إلى تراخي هذا الدعم العامل الرابع هو أن إسرائيل تراهن على دعم السعودية الكبير في احتواء صفقة القر لم يتورع في مقابلاته مع الصحافة الأمريكية أثناء زيارة الولايات المتحدة الأمريكية عن دفاعه عن حق إسرائيل في أن تكون دولة يهودية هو الذي قام بشيطنة المقابلة الفلسطينية عندما قام اعتبر أن حركة حماس يتهديد للأمن القوم السعودي أيضا دوري جولد هوكيل وزارة الخارجية الإسرائيل الأسبق كشف النقاب عن أن السعودية تتعاون مع إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية عن طريق فرض قيود على تحويلات الأموال من السعودي للأراضي الفلسطينية حتى لا يتم حتى لا تستفيد منها المقاومة الفلسطينية وبالتالي هناك جملة من المكاسب التي تخشى إسرائيل فقدانها في حال تم المس في محمد بن سلمان ونظام الحق السعودي سيد صالح